المتأمل في التأريخ والأمجاد والحضارات يول فيها لا تقوم إلا على أيدي المتميزين المبدعين المتحلين بالوسطية والاعتداء ومن فضل الله عز وجل على بلادنا المملكة العربية السعودية أنها منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس والموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله تراه وهي تعنى بالتميز والإبداع وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال حتى هذا العهد الزاهر الميمون إن جائزة القصير للتميز والإبداع جائزة فريدة فاقت مثيلاتها بأروع الخصائص وأجل المبادرات منها شرف رسالتها ونبلو مقصدها وسمو أهدافها وشريف غاياتها وتعدد مجالاتها إن هذه الجائزة المثلة التي كادت أن تبلغ بصيتها الميمون رغم عمرها الممدود بإذن الله صارت ملء الأفئدة والعيون لتخاطب العالم إلى حسن الاقتداء وقفو خطى الاهتداء في التميز والإبداع وتنمية الوسطية ونشر الاعتدال لا سيما في زمان